تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري بدور فعال وبارس في تطوير وحماية المناطق الساحلية في مصر للحفاظ عليها من التآكل وآثار التغيرات المناخية كما يجري حاليا تطوير وتنمية بحيرة المنزلة لتعظيم الاستفادة منها وتحسين جودة ونوعية المياه بها والمزيد من التفاصيل في حوار الزميل عاطف عبدالشافي المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري ما هي أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بالمناطق الساحلية وشواطئ مصر؟ تتميز مصر بطول الشواطئ البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وتقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ الأعمال اللازمة لحماية الشواطئ المصرية من عمليات النحر وكذلك مواجهة النواة وارتفاع الأمواج العالية فحاليا جاري تنفيذ عدد 25 عملية لحماية السواحل المصرية من أثار ارتفاع الأمواج ولمقاومة عمليات النحر أهم هذه المشروعات يا فندم يعني مدينة الإسكندرية بالنفس فيها ستة عمليات أول عملية لحماية طريق الكورنيش واستعادة الشواطئ المفقودة فيتم حاليا في المنطقة عمل حماية في المنطقة من بير مسعود وحتى المحروسة نعم وعملية أخرى لحماية الطريق الكورنيش في المنطقة الموجهة للمنشية ولمحطة الرمل نعم جاري أيضا يا فندم عملية تطوير وحماية قلعة قيد باي وهي أحد الأثار التاريخية المهمة في الإسكندرية نعم وذلك بتنفيذ حاجز أمواج طول 550 متر وعلى بعد مسافة 200 متر من قلعة قيد باي وذلك لحماية القلعة من تأثيرات الأمواج العالية والنحر المستمر في محافظة البحيرة يا فندم جاري تنفيذ عمليتين إحدى العمليتين دول تدعيم وإعادة تأهيل طبيعة العبد نعم طبيعة العبد أحد الأثار برضو المهمة في مدينة رشيد فبيتم عملية تأهيل للطبيعة وللمحافظة على الطبيعة وإعادة تأهيلها العملية الأخرى يا فندم تدعيم الحائط الغربي بمدينة رشيد نعم حيث أنه يوجد نحر شديد أمام الحائط فيتم رفع الكتل القديمة اللي هي المكسورة وينزال كتل جديدة لمواجهة مشكلة النحف أمام الحائط بالنسبة لقول سعيد يا فندم وكفر الشيخ كفر الشيخ يا فندم بيجاري حاليا برضو تنفيذ عمليا لحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون نعم لحماية المنطقة دي لإنفاة استثمارات عالية واستثمارات كبيرة في بورسة عيد يا فندم جاري تنفيذ 12 عملية منهم 6 عمليات طبعا بحيرة المنزلة مشروع تنمية بحيرة المنزلة ده مشروع قومي واتقسم المشروع تنمية بحيرة المنزلة على 3 مراحل المرحلة الأولى جاري تنفيذها حاليا بمشروع حماية وتكريد بغازية أشتوم الجميل مقاولة المقاولين للعرب وجاري التنفيذ حاليا المرحلة الثانية تقوم الهيئة حماية الشواطئ بدرستها وتصميمها وترحها وتنفيذ أعمال تكريد بغاز ومنطقة مسلسة ديبة ومحافظة دميار المرحلة الثالثة يفهم تمثل في قيام الوزارات المعنية بالبحيرة اللي هي المحيطة بالبحيرة بالتعاون مع المحافظات على الواقع على البحيرة التنفيذ مهمها لعلاج مشاكل الصرف الصحي لأن للأسف طبعا في صرف الصحي وصرف صناعي بصب على بحيرة المنزلة وغدا إن شاء الله جولة جديدة وأخبار بلدنا